في قلب مصر وفي كل مفترقاتها غرس اسم زايد في شوارعها الرئيسية وعلى مشارعها الحيوية ومدنها السكنية بل وأيضا في بيوتها المصرية الأصيلة حيث انعكست محبة زايد الخير لمصر وسيرته الخالدة على شعبها وترابها حبا وتقديرا لشخصه ومواقفه المؤثرة هذا الحب الذي غرسه المغفور له الشخ زايد طيب الله ثراء في نفوس أبنائه وأبناء وطنه حتى أصبحت العلاقة الأخوية مع مصر أحد ثوابت السياسة الخارجية لدولة الإمارات وكذلك توحيد الرؤى والأهداف الاستراتيجية بين البلدين وبات التشاور والعمل المشترك لمواجهة جميع التحديات نهجا ثابتا حتى أصبحت الإمارات ومصر قلبا واحدا لقيت دولة الإمارات على خطأ الشيخ زايد رحمه الله وتوصيته ولقيت أخي الشيخ محمد بن زايد جاي وعارف إيه اللي هيتقدم لمصر وده أمر لن ننساه أبدا واليوم بعد مرور خمسين عاما على تشهيد أسس المحبة الإماراتية المصرية والاحتفاء بها انصحر ذلك في الشعار الذي يتوج الاحتفالية مازيج الهويتين والثقافتين بين الهرم وهو أحد أهم روافد الحضارة المصرية مع شعار الخطوط السبعة الذي يمثل خريطة دولة الإمارات العربية المتحدة ليكون رمزا شاهدا على الذين أحبوا مصر فأحبهم المصريون وأعطوهم مكانة خالدة في قلوبهم